احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الثالثة والخمسين لبناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو عام الف وتسعمائة وسبعين والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي بهذه المناسبة عقد قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي مؤتمرا صحفيا وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا ارواحهم ودسدوا اروع البطلات والتضحيات العظيمة عالم النموغ بالصراعات تعصف بسلامته وامره اصبحت فيه السماء مسرحا للعمليات من يمتلكها يحظى بالتفوق والغلبة فكانت حمايتها اساسا لفرض الهيمنة مصر يحمي سماءها ومقدراتها رجال على اهبة الاستعداد للذود عن الوطن متى تطلب الامر ذلك؟ انهم قوات الدفاع الجوي حماة السماء وحصن البناء احتفلت قوات الدفاع الجوي بذكرى الثالثة والخمسين لبناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يوم عام 1970 والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا اروحهم وجسدوا اروح البطولات والتضحية العظيمة لتظل راية الوطن عالية خفاقة الى ابد الظهر صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب يصطرها الرجال بالبطولات والتضحيات وبين طياته نجد الحدث الابرز للقوة الرابعة في قواتنا المسلحة الباسلة يوم الثلاثين من يونيو والذي نحتفل فيه اليوم بالعيد الثالث والخمسين لقوات الدفاع الجوي المصري والذي يعتبر بمثابة الاعلان الحقيقي عن بناء حائط الصواريخ عام 1970 والشاهد على تساق الطائرات العدو وبتر زراعه الطولة واللبنة الاولى في صرح الانتصار العظيم للجيش المصري في حرب اكتوبر 1973 وكان لزاما علينا في هذا اليوم التقدم بالشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل من رجال الدفاع الجوي الذين سبقونا في تولي المسئولية وحملوا لواء الشرف والواجب فاستحقوا منا كل التقدير والاعتزاز كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودلعه الواقي المرابضين في كافة ربوع وحدود مصرنا الحبيبة كونوا دائما على قدر المسئولية وعند حصن ظن شعبكم الأبي كونوا أداة للتحديث والتطوير وبناء المستقبل كونوا القدوة والمثل في نكران الذات فذاء لوطننا الحبيب ويسعدني في هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطمئنان لشعب مصر الكريم أن قواتكم قوات الدفاع الجوي تعمل ليلا ونهارا سلما وحربا عازمة على حماية سماء مصر لدى كل من تسول له نفسه الاقتراب منها ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية قفاقة وأننا إذن أكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيارة قدرتها القتالية لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات محافظين على سماء مصر سلما وحربا ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مجددين العهد لسيادته أن تظل دوما قوات الدفاع الجوي جنودا أو فياء بناتا للمستقبل حافظين العهد مضحين بكل غال ونفيس نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعا لأمتنا العربية حمل الله مصر شعبا عظيما وجيشا باسلا يحمي الإنجازات ويصون المقدسات إنهم قوات الدفاع الجوي حماة السماء وحصن البناء اشتركوا في القناة